للمرة الثانية خلال بضعة أسابيع تجتمع دول الرباعية بشأن اليمن وتخرج ببيان يدعو إلى استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى تسوية سياسية تأتي محاولة إعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة المشاورات في ظل هدوء عسكري في معظم جبهات القتال بين الحكومة الشرعية والإنقلابية توقيت محاولة كيري يأتي في ظل ارتفاع أصوات العديد من المراقبين والسياسيين بالتحذير من ترك المجال للأذرع الإيرانية في التهام المدن العربية واحدة تلو الأخرى مطالبة التحالف والحكومة الشرعية سرعة حسم معركة اليمن لإعادة التوازن للمنطقة ووضع حد لنفوذ إيران التي صرحت خارجتها أنه إذا كان هناك نفوذ لطهران في اليمن فليس لكيري والجبير علاقة بذلك يستغرب مراقبون عدم إقدام دول الخليج وخاصة المملكة على حسم جبهات كتعز والساحل الغربي على الرغم من كونها جبهات استراتيجية من شأنها تغيير الموازين على المستوى المحلي والإقليمي لا يدرك الكثيرون سر الإطمئنان الكبير الذي تتمتع به دول الخليج إزاء التهديدات الإيرانية والتي أمست هلالا يمتد من بغداد إلى بيروت مرورا بدمشق التي سقطت بدعم كاملا من الروس وهو ما يعني تنامي القسارات لتضاف تلك العواصم إلى سابقاتها في السقوط السياسي ابتداء من مسقط وليس انتهاء بالقاهرة خبراء يرون أن مشروع الشرق الأوسط الجديد هو كلمة السر لفك شفرة المشهد في المنطقة فتسليم المنطقة للنفوذ الإيراني وإشعالها بالصراعات الطائفية هي أبرز استراتيجيات هذا المشروع وما دعم الحجد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان وسوريا إلا شواهد مؤكدة لهذا المخطط الغربي على حساب الشعوب العربية وتطلعاتها للحرية والديمقراطية المشروع العربي الاستراتيجي هو الصورة المفقودة من هذا المشهد وحسم الملف اليمني على حساب وقلاء إيران فيها هي أولى خطوات تكون هذا المشروع ووصوله إلى بر الأمان